عندنا بقى دلوقتي الوصفة الاخيرة دانش بمربط الفراولة انا معاي عجينة الباف بيستري ومعاي مربط فراولة قولكم ما قدير اهو عجينة الباف بيستري دي موجودة طبعا في اي سوبر ماركت في القسم اللي بيبقى فيه التلاجات جنب الجلاش والحاجات دي سهلة جدا عجينة يعني متوفرة هتلاقيها على طول سعرها مش غالي تنجز معاك اي مخبوزات حلوة او حادق وتخلصي نفسك على طول وبتبقى بالزبدة كده يعني عجينة باف بيستري جميلة مورقة وحلوة اوي فانا جايبة باكت تمام هفردها دلوقتي وقطعها معاكو ونحشيها مربط فراولة ومعانا كمان ممكن نحط عليها سوس شوكولاتة بعد ما تدخل الفرن بقى او نحط عليها سكر بودرة ومعايا برضو حتت من الفراولة ممكن نستخدمها بعد ما تطلع من الفرن يعني بيبقى فيها مربة نقوم حطين عليها من فوق حتت كده من الفراولة الفرش مثلا او حاجة او عايزة تحطي بقى عينب عايزة تحطي اي فاكها موز برضو هيبقى ظريف جدا او مانجا فتستخدمي برضو من جوه بقى مربة مانجا مثلا او مربة مش مش معاها هتبقى حلوة جدا يعني في جميع الاحوال بقى الاطايمة اللي انتوا عايزينها تقدروا تعملوها فيها هتبقى خطيرة وسهلة هبعد القرمة دي كده هنا شوية واجيب قرمة العجين بتاعتي الحلوة دي او وعايزة ايه ارش رش دي خفيفة كده ونجيب عجينة الباف بيستري الحلوة دي ونفردها كده انت طبعا بتطلعيها من الفريزر تفك عشان تتفرد معاك بسهولة العجينة دي كلها زبدة فبتبقى موراقة بقى لما تدخل الفرن وظريفة جدا زي عجينة الكروسة وكده بالزبط فتسهل عليك تعملي اي مخبوزات سريعة في البيت بدل ما ايه تعودي تعجيني يعني كده كمان كده مثلا اهو معي يا سكينة فين السكينة؟ تعالي يا سكينة يا حلو هساوي بس ده كده عشان اقطع مكعبات مزبوطة والعجينة دي طبعا بل نرجع تاني نعجينها تاني من الاول يعني مفيش مشكلة كده اهو ونعملها مكعبات هنعمل بس كده لأول اهو بعدين ايه مكعبات كده بالشكل ده عايز اجيب معلقة ومعي ايه مربط الفراولة هنا معي صنية الفرن طاق قداني باخد من مربط الفراولة دي وافرد ايه افردها على المربع العجينة بتاع البوف بيست دي بس كده هعمل كده في كل مكعبات العجين هدهن ايه مربة بالشكل ده زي ما اتفقنا اي مربة هتنفع مافيش مشكلة كده اهو بس كده وهعمل ايه بقى هاجي على كل واحدة من دول اقفل الطرف بتاعها استاذ احمد ممكن تجيبها لنا ايوا ادي المربع ايهو هاقوم جايبة طرف ده والطرف ده وقوم خطهم في بعض كده وديس عليهم جامد وقام لكده بالشكل ده اهو ايوا احطها في الصناية هعمل كده فيهم كلهم هقفلهم كده بالعكس اخر طرف واخر طرف من ناحية التانية من المربع ونقوم حطين العجينة بالشكل ده فرن سخ درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص لمدة تقريبا 10 دقايق مثلا او 12 دقايق هتلاقي شكلها بان انها استاوت يعني تبعيها طبعا وخلي بالك ما تخليش الفرن يبقى حامي وما تفتحيش الشواية تمام كده نضغط عليها بالشكل ده هتدخل الفرن وتستوي هتبقى ظريفة بقى زي اللي احنا عملنا هناك ايوا انا حطة بقى بعد ما خرجت من الفرن رحت حطة فراولة كده من فوق في مكان الفراغات اللي ما اترحها مربع حطيت فوق المربع فراولة ممكن ما تعملوش كده برحيتكو بس انا يعني قلت ايه احط فراولة ورشيت عليها سكر بودرة احطت شوية سكر بودرة كمان طعم جميل قوي مع عجينة البوف بستري ومع الفراولة بس كده حاجة حلوة كده سريعة بعجينة بسيطة موجودة في السوبر ماركت مش غالية ولا فيها مجهود ولا حاجة وتقدر انت بقى تعملي اللي انت عايزة فيها تقدر تحشيها شوكولاتة بدل المربع كمان هتبقى حلوة جدا جدا جدا